استقيموا وارحمكم الله تراصوا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو عراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشار سبحانه هو الله الواحد القهوار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدا ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمناتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر ودعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ساجداً وقائماً يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعاً إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده فبشر عبادي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وعولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفعنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها آماد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عيد ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل العخرى ويرسل العخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسمون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالنا الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أوزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله ذداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرم لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تعمروني قل أفغير الله تعمروني عبد أيها الجاهنون وَلَقَدْ عُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَ عَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطَوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابِ وَجِيعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاعَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعس مثوى المتكبرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزلتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوع من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا اللهم شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تمون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة يدارنا وقرارنا اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وعمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وعلمائنا ومن لهم الفضل علينا اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم جعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم جعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر واجعلنا فينا من الفائزين إلهنا إلهنا وسيدنا ورازقنا وخالقنا وخالق كل شيء اللهم إن هذا الشهر قد أوشك على الرحيم فاللهم اجبر كسرنا في فراقه اللهم اجبر كسرنا في فراقه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربّونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وصحته وعافيته ومن كان منهم ميتا فاللهم ارحم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم ووسع مدخلهم ونقهم من ذنوبهم وخطاياهم كما ينقى الثوم الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين